ضيفي الحاضر معي عمي صالح أكيد أنك تنشغل طيلة عام كامل بتحضيرك لهذه المسلسلات الكوميدية التي نسعد بها خاصة في شهر رمضان تدخل علينا البسمة تدخل علينا الفرحة في بيوتنا في بيوت الجزائرية وكل الجزائريين طبعا يحبون عمي صالح أقلوت لكن لو تكلمنا عن حياة عمي صالح مع القرآن الكريم وهل لك نصيب من تربية أبنائك على هذا الكتاب العظيم أنا حاليا عندي بنت ما شاء الله وسميتها نوسيبة ما شاء الله وهي صحابية معروفة يعني كان طبيبة في عهد الرسول عليه السلام وأنا كنت حب أن نسمي بنتي بهذا الإسم وما شاء الله هي ذكية جدا بلك ربما إن شاء الله تحضر معنا في هذا الحصة هذه وما شاء الله وبعد أنت تحكم لأنه ما نقدرش نعبر لك أنا على بنتي خلحتها هي تعبر على نفسها يعني نعم يعني على كل حال وكانت عندي يعني شوية يعني ثقافة إسلامية طبعا ما شاء الله خاصة وجه تحية لزوجتك الفاضلة فاطيمة بالحاج اللي هي أيضا إنسانة ملتزمة وإنسانة ناشطة في المجال الخيري أيضا ما شاء الله عليها يعني ضغبية في من بنتي يصوط لتلمرتك خاصة يخلنا نهضره على الطفلة يعني شكو نهضره يعني فاطيمة طبعا يعني فاطيمة يعني يعني تعرفيها معروفة على كل حال بش ما يقول لك شو هذا ويحضره على مرتو كذا يعني خلي الأعمال تعالى الإنسان هي اللي تكلم عليها أما بنسبة لك مش قلت لي يعني على آآ رمضان تحذير أنا في رمضان في الحقيقة مش كنا نحذر يعني أنا يعيطولي آآ ناس يعني عندهم كتبين يعني سيناروهات وأنا نكون كممثل يعني رئيسي أو ممثل ثانوي صح نختار أنا عندك نختار الأعمال وكينا بعض الأحيان يعني يسيب الأعمال تقريبا كلها آآ معظمها ما تعجبنيش لكن نخيير الأفضل يعني نخيير الأفضل منها ونتمنى حتى في ذلك الأفضل نحبه كنت تكون يعني الأفضل من الأفضل لكن ما هو الأفضل الذي اختاره هو عمي صالح لحد الآن؟ هذا العم ما زال يعني ما زالت في عمالي تقريبه كانت واحدة سلسلة عجبتني كثير يعني يعني تشوف وشترك تشوف يعني السلسلة اللي كانت هادفة وكانت يعني فيها رسالة يعني مدروسة اللي كانت الكتابة التحفة قيمة بالحاجة يعني وكانت كيام مخرجة يعني لما يعني يكون عمال مشتركة أنا والزوجة الأعمال تكون فيها يعني نوع من بحف ونوع من نعم وكل أعمالك اللي اخترتها هي أعمال متميزة وتألقت فيها وأبدعت وهي أعمال دائما هادفة يعني فقط إدخال البسمة للجزائرين أنك تدخل البسمة للجزائرين هذا أكبر إنجاز عني صالح نمتمنى أنه إن شاء الله يرضى عليها الله سبحانه وتعالى يعني أن الفوز العظيم لما نكونه من أهل الجنة إن شاء الله يا رب إن شاء الله نكونه في الجنة كامل كيف تكون ونطلبهم العبد الودود يدعينا إن شاء الله يدعينا عبد الودود وأيضا يشجع زملائه اللي رح يتنافسوا من خلال خبرتك العام الماضي ومن خلال مشاركتك في العام الماضي في المسابقة وش تقول للمتنافسين